اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكيد متابع واكيد حضرتك لما بتتابع انت بتتابع غيرنا انت دكتور لما بتسمع كل يوم خبر اصابة اصابة عضلية اثنين تلاتة العيبة يخرجوا من المباراة بسبب اصابات عضلية اكيد حضرتك بيبقى عندك تعليق هو ليه ده كله كتير هو فيه المشكلة فيه مشكلة في الاستشفاء فيه مشكلة في العلاج فيه مشكلة في الاكل فيه مشكلة في النوم هي الازمة دي بتيجي منين هو ماشاء الله زي ما حضرتك كده تفضلت احنا عندنا اسباب عديدة قوي للاصابات يعني غيزة مش كويس نوم مش كويس سلوكيات مش كويسة اوفر تدريب او اقل تدريب يعني التدريب لو ما كانش ماشي بنمط موازي للحاجة المطلوبة سواء اقل او اكتر يعمل اصابة ارضية ملاعب كوتشيات مش صح تزاح مباريات تدخل مباريات قرارات خاطئة انواع من التدريب خاطئة فالاسباب كتير قوي بتاعت الاصابات طيب تعني نمسك واحدة واحدة اول واحدة اللي احنا كل الاندية بتشتكي منها وهي ضغط المباريات كلمة على ضغط المباريات كبير جدا وبالتالي الاصابات بتزيد جدا هل ما ينفعش ان نتلافى هذا الامر انا فاهم انه الضغط يتعب اكيد ويقذي ده العقل المجرد يقول كده لكن رأي الطبي والرأي اللي ليه علاقة بالتأهيل والعلاج الطبيعي هل ممكن نتلافى هذه الاصابات ضغط المباريات يعتبر من الاسباب الرئيسية صحي فقد اللعيبة وبالله ده يظهر مع الاندية الكبيرة طبعا وخاصة مثلا النادي الاهلي اللي هو اكتر نادي بيعاني من الاصابات عنده ضغط مباريات على مدار يمكن 3 ا4 مواسم سابقة والاندية الكبيرة التانية اللي بتشارك في اكتر من بطولة هو الحاجة انا عشان اكاديمي شوية فبحب ارجحها ليه المسببات او ادور على المسببات ايوة فاحنا عندنا علميا ان انت تقدر تلعب كل 72 ساعة تمام يعني اللاعب يقدر يلعب مباراة كل 3 ايام تمام بقاريحية وبستشفى كامل نادر جدا لما يبقى فيه مبارايات متدخلة او اللي هو 48 ساعة صح وفيه ناس اه بتقول انه ممكن في خلال 48 ساعة نقدر نعمل استشفى متكامل للعب عشان يلعب لكن احنا ماشيين على الرتم اللي متفق عليه معظم الناس انه تقدر تلعب مباراة كل 3 ايام ده اول حاجة طيب هل احنا بس اللي بنلعب مباراة كل 3 ايام ولا فيه اندية زينا في اوروبا والدول تانية زي امريكا اللاتينية وغيرها وغيرها وانجلتيرا بيلعبوا كل 3 ايام مباراة وما بيلاقيش الكم ده من الاصابات يبقى احنا عندنا حاجة غلط حاجة مش مزبوطة الحاجة دي طبعا انا برجحها في ضغط المباريات لانواع الاستشفى طيب انا هعمل الاستشفى ازاي لازم اعرف الجاد بتاع اللعب قد ايه وانا ما عنديش المونتور ده ولا بشوفه هنا في معظم الاندية يعني انا بشوف مثلا في تدريبات ليفربول بما ان احنا مهتمين بقى بمحمد صلاح وكده ندين المفضل بالزبط بنشوف بقى اللعيبة حطى ماسكات واجهزة حطاها وربطاها كده وكمبيوترات قاعدين يشوفوا هما بيشوفوا الاجهات هما بيقيسوا مدى الكفاءة البدنية بتاعة اللعيب ده خلال المباريات علشان ييجي الجهاز الطبي يقول اللعب ده موجهت اللعب ده يركن شوية من التدريب ده او يتدرب بشكل معين اللعب ده محتاج 48 ساعة اللعب ده كويس يكمل تمام؟ فأنا ما عنديش هنا المونتور اللي بقول لي مين اللعيب المجهد ومين اللعيب الغير مجهد ده ينقصني هنا في الاندية تمام؟ طريقة الاستشفى الاستشفى فيه استشفى بالمساج فيه استشفى بالنوم فيه استشفى بالاكلة اللي بتقولها بعد التمرين ده استشفى نوعية الاكلة وطبيعة المكونات بتاعتها فيه استشفى بالمية فيه استشفى بالنيتروجين واللي هو التبريد في استشفاء أنواع الاستشفاء دي أنا ما نفعش أجمعها لكل اللعيبة آه يعني كل حاجة من الحاجات الحركة بتاعها دي ممكن تليق على كريم بس ما تليقش على حسين بالضبط يعني أنا ممكن النهار ده ألعب مباراة مثلا وأكل واجبة كويسة ونام أقوم استشفيت عندي استشفاء كامل ما عنديش حاجة ما عنديش ترصبات لللاكتك خلاص بدأ كله يزول لما يسل الفيوتو ماكس والهارت ريت والحاجات دي ألاقيها تمام ما عنديش التعب أو الإجاد اللي يستدعي استشفاء تاني فمجرد بقى ما أعمل اليوم التاني اليوم الترفيه بتاع الاستشفاء ده أضمن لكن فيه لعيب تاني يلعب المباراة يحتاج يتعمل له حاجات أكتر يحتاج يدخل هايبر باريك اللي هو مثلا الأكسجين المضغوط يحتاج يدخل في نايتروجين يحتاج تدليق أعميق يحتاج يعمل فري رانينج مثلا لمدة نص ساعة فوسائل الاستشفاء بتحدد بناء على هو إيه الإجهاد اللي حصل عشان أعمل له استشفاء ده غيل أنا أقسم ما بعرفش إيه نوع الإجهاد أو ما عرفش حجم الإجهاد في إيه إجهاد منتل يعني فيه لعيب مثلا مش في مستواه عليه ضغط جماهيري ناس تفضلت تشتم فيه فيه حاجة يسمها إجهاد ذهني ده محتاج واحد نفساني أو أخصائي نفسي يتعامل معه عشان الاستشفاء فأنا دايما بقول لازم نحدد الأول المسببات أو نوعية الإجهاد وطبيعته علشان أعرف أعمل استشفاء حاجة بتقولي مثلا لو لعب نازل مضغوط لعب مثلا خايف على مركزه لعب خايف أنه يشتب الفرقة لعب بيتفاوض على العقد يبقى عنده حاجات ذهنية مؤثرة عليه نفسيا ممكن يخليه في الملعب مجهد تمام كام لعب حضرتك كام بيلعب كواس جدا في النادي بتاعه المعتد عليه سوى قدر وجهول أو تانية أول ما انتقل مثلا بصفقة للأهل أو للزمالك مع أول تمرينتين جاله أرباط صليبي ولا جاله تمزق عضلي ليه؟ اختلاف الجماهرية عايز يظهر في أول تمرينة أنه طب شايف الناس كلها وتبصلوا ما حصلوش تأهيل نفسي ما اتخدش الأول في غرف مغلقة يتعمل له المقدمة أنه هيلعب في نادي كبير يعني هيغير مصاره وبالتالي يدخل من هنا إلى هنا يعني جابوه من اللي مش عارف إيه المتضار للنار أيوة فهو بتفاجئ أو يعني حصل استرس احنا النهاردة الإجهات الزهني ده بيعتبر أقوى درجات الإجهات اللي بتحتاج وقت ومجهود علشان يحصل فيه استشفى فإحنا في مصر بنفتقد بنشوف لعيبة كتير تلاقي أقول خمس دقيقة صابت مباراة كبيرة اللي هو ماستحملش المباراة فهو صابح حقيقي بس ماستحملش بسبب الأمور النفسية والزهنية أهو مثلا اللعيبة اللي بالنوعية دي احنا دايما يعني بنقولك أو يعني كنا بنعرض على بعض الأمدية ان يعني احنا ممكن نبقى مرشدين بالنسبة لك احنا ممكن نعمل فريق بحث عشان نيجي بس نشوف إيه أنا لو قعدتيني هنا وقلت لها سباب الإصابات هعديلك مثلا خمسة عشر سبب بس إيه هو السبب اللي عندك أنا معرفوش فمثلا اللعيب اللي نزل ده لعب خمس دقايق وتصاب ده عليه حمل بدني زيت ولذلك عضلاته على طول أول ما بدأ الحمل بتاعها في الشوط الأولين في أول ربع ساعة ما قدرتش تستحمل فحصل فيه تمازق عضلي فمثلا لما بتحصل إصابات في بدايات الشوط أو بعد ربع ساعة من الشوط وإصابات عضلية أنا كراجل مختص في المجال ده أقولك ده حمل بدني زيت لما بتحصل إصابات عضلية مثلا في نهاية الشوط التاني تمام أقدر أقولك أو كرامبات أقولك ده حمل بدني ناقص ناقص ده طبيعة الأيروبك كباستي اللي عنده اللي بتقدم له في الحمل التدريبي ناقصة ومحتاجة زيت فكل إصابة توقيتها وشكلها وهلو أتصاب لما احتاجك مع حد اللي بنقول عليه القدر اللي ما نقدرش نهرب منه ولا الرجل في الملعب كده جاي نط إصاب يعني الحراكة يمتوني دلوقتي إنه مبدئين كده أنا بدي ملخص مبدئين كده آه نقدر نلعب كل 3 أيام بس عشان نلعب كل 3 أيام محتاجين أجهزة لعلاقة تقيس حجم الإجهات ده واحد إنك تعمل استشفى لكل واحد على حدة يعني كل واحد زي ما حراك قلتدي له طريقة استشفى مختلفة فهتقدر توصل بالدرجة بس فكرة إنه 3 أيام دي دي مش حاجة مش بدعة مش حاجة كارثة يعني لا أندية كتير جدا على مستوى العالم بتلعب مباريات في فترات الضغوط كل 3 أيام خاصة في نهايات المواسم وتزاحم البطولات طيب السؤال جاي ده مش عارف هو سؤال ينفع يبقى محرج ولا مش محرج بس هل مثلا من غير ما نسمي يعني هل أجهزة الطبية اللي موجودة في الأندية على مستوى الدول الممتاز على الأقل هي أجهزة طبية متكاملة أنا برضو مش عايز أعيب في دكتور أو طبيب نادي بس هل الطبيب ده يقوم محتاج مساعدين مؤهدين هل الأطباء اللي بيشتغلوا كلهم في الأندية هم أطباء متخصصين في إصوات الملاعب وفي الأحمال البداية وخلافه ولا ده مش موجود أو أنت مش شايفه في مصر بشكل كبير طيب إحنا يعني هو شقين السؤال يلا هل الأطقم الطبية مكتملة لا مش كامل مش كامل لأن الطقم الطبي الكامل ده لازم يكون فيه طبيب وبعدين أخصائي لك طبيعي ومش واحد بس واحد واثنين وممكن أكتر وبعدين أخصائي تأهيل اللي هو بيقوم بقى بعد مرحلة العلاج الطبيعي يقوم بقى مرحلة التأهيل وبعدين أخصائي تغذية وبعدين أخصائي نفسي وفي بعض الأندية بتعمل حاجة اسمها محل الأداء أيوة تمام فإحنا ما عندناش الكينونة المتكاملة دي في معظم الأجهزة الطبية الموجودة في الأندية هل الناس دي على كفاءة أنا أعتقد أن معظمهم على كفاءة لكن إيه اللي بينقصهم دي طبعا عايزة حد عايش في النادي لكن في حاجة بتنقص جميع الأجهزة دي أنا يمكن لمسها عدم الرغبة في الاستعانة بأي خبرات أخرى غير اللي موجودة في النادي بره كويس جوه لا يعني لعيب بها يعمل عملية أبعثه ألمانيا أبعثه فرنسا أبعثه إنجلترا أبعثه مبسوط أو اللي في النادي مبسوط تمام لكن أبعثه له فلان التاني اللي في مصر اللي ممكن يكون أكثر خبرة وبيدي نفس النتائج لا ليه بقى تفتكر ليه؟ طيب هستعلك سؤالتين أو أنا هقولك أنا نادي مثلا تمام معي اللاعب ده اللي جايب هو بعشرين تلاتين مليون جنيه حلو أنا رايح للدكتور بتاع ألمانيا ولا بتاع النمسا ده عشان هو اللي عمل عملية ليه تياجه سيلفا وعمل عملية لرونالدينيو فأنا إيه؟ عنده سابقة أعمال مخلياني مش واخد الرزق في الملايين اللي أنا دفاع عادي يقولك أروح ليه دكتور مصري ممكن يتقل لي فعلا إن دكتور سين ده كفاءة كبيرة أسألهم الدكتور دوت عمل إيه قبل كده في لعبين كبار يقولك لا أهو ما عملش لعبين كبار بس عمل فلان واحد صاحبي أقولك لا أنا ضحي بعشرين تلاتين مليون وأنا مش متأكد رغم إنه الراجل نفسه الإداري نفسه هيبقى متأكد من كفاءة الطبيب المصري اللي موجود في كل حتى في العالم طيب أنا هبقى معك يعني صريح جدا أنا يمكن في مصر وفي السعودية ما بين هنا وما بين هنا ففي كفاءات كويسة جدا لإن أنا بشوف العمليات بعد ما بتتعمل وبنقوم بتأهلها فبنقدر نحكم على شكل وطبيعة العملية والجراحة لعملها صحيح فمن ناحية الكفاءات الكفاءات الموجودة لا تقل إطلاقا عن الكفاءات الموجودة بره هي بس هنرجع نقول أنت حضرتك بتقول لي اللعيبة هو ولي جايبين ومن بره وكذا فده مثلا قال لك أنا عايزة أعملها بره أوكي روح أعملها بره لكن أنا عندي لعيبة ما بيقولوش عايزين نعملها بره ولا جوه وإنت اللي بتقوله روح أعملها بره ما تعملهاش هنا روح أعملها بره فطبعا التوجه ده برضو هنرجع نسأل هما كل اللي بلعبوا في ألمانيا بروحوا يعملوا مثلا عند المشاهير اللي في البرتغال الدكاترة اللي في البرتغال ولا في إنجلترا لا نادرا بتلاقي بس اللاعب ده مش من البلد دي فمرتبط بدكتور معين وعنده النفسية أنه هو ده اللي عمله قبل كده فالله هيعمله فإحنا بنستنزف أموال كتير جدا في العلاج الخارجي وفيه لعيبة بدون ذكر أسماء عانوا الأمرين ويمكن فيه لعيبة إلى الآن بسبب أخطاء حصلت لهم بره صحيح فاللي بنقوله لو أنت عندك كفاءة داخلية طالما اللاعب ما عندهش الرغبة في الخروج للخارج فحطه يعني خليه هنا صح عشان نتاجها تروا هتكسب وقت هتكسب حاجات تأهيل مثلا هنا ناس كتيرة جدا بتأهل كويس أجهزة عندنا الحمد لله في الفترة الأخيرة بعض الأماكن اللي بدأت تجاهز بتجهزات توازي الأجهزة اللي موجودة بره هاي فإنت لازمك إيه من بره هم يعني هو ده السؤال ما فيش معايش شوية فلوس زيادة عايزة أصرفهم ممكن خبر في جورنان هاي ممكن حاجة زي كده صحيح محتاجين بس نقعد نراجع أنفسنا في بعض النقاط علشان نعرف هم المشكلة فين وحلها يبقى إزاي طيب من الإصابات الكتيرة عندنا في الكرة المصرية كتيرة قوي هي إصابة القطع في الرباط الصليبي كتير بنسمع عنها ودائما لما بنيجي نسأل يتقلق إصابة قدرية آه نفاهم أن كل حاجة تبقى للقدر يعني ولكن أكيد أو ينفع نتلافى هذه الإصابات أكيد ينفع نتلافى زي بأن نتلافى أي مرض أو أي إصابة في حياتنا ينفع نتلافى إزاي نتلافى هذه الإصابات وليه الإصابات أصلا إصابات الرباط الصليبي كتيرة في مصر هو طبعا إصابات الرباط الصليبي مش في مصر بس كتير هي على مستوى العالم ولذلك هي أكتر إصابة شغلت البحث العلمي لفترات طويلة ناس كلها عمالة تدور على المسببات وبعدين إيه اللي بيخلي الإصابة دي ممكن ترجع تاني للعب بعد ما يعمل العملية ففي أبحاث كتير جدا اتعملت والموضوع ده يكاد يكون قتلة بأحسن فإحنا لقينا إيه من خلال الحاجات دي 80% من الإصابات دي بتحصل بدون احتكاك يعني اللاعب مثلا ينط ينزل على رجله جسمه يلف تلاقيه هب ويقع في الأرض واحد بيجرس برينت عالي مش عارف إيه لف بدون محد يخبطه أو يبقى فيه كونتاكت إنجري يعني 80% دي توحي أو يعني الناس باب توعي البحث العلمي إن فيه خلل بدني يقدر يتسبب في هذه الإصابة الخلل البدني ده يعني معظم الناس ما بتدورش عليه اللي هي القياسات اللي بنعملها للبدن ممكن واحد يبقى عنده في لاتفوت عرضة للإصابة بالرباط ممكن واحد يكون عنده خلل في التوازن بين العضل الأمياء والخلفية عرضة للإصابة بالرباط ممكن واحد يبقى متصاب قبل كده في الرباط الداخلي وما عملش تأهيل بشكل كويس وبلعب بس الرجبة بتفتح من عرضة واحد يكون عنده خلل في الحوض عرضة شكل البترن بتاع الحركة بتاعه مش صحيح تلاقي الجزع مثلا بنتيني أكتر من اللازم تلاقي الرجبة فيها تانية أكتر من اللازم فتحة أكتر من اللازم فدي كلها بتتعمل عن طريق الأجهزة اللي بتحدد القصة دي أنت عندك خلل بدني ولا لأ فلو عندك خلل بدني نقدر نعالجه فنمنع معظم الإصابات دي في جينات مرتبطة بإصابات الرباط الصليب عشان كده دخلت من ضمن الحاجات دي مثلا تحليل الدين الدين بتتعمل مرة واحدة في الحياة بس يقولك الجين ده عندك ولا لأ والجينات دي مرتبطة بإصابات إيه فدي بتديك انطبعات كبيرة جدا عن الإصابات اللي ممكن يبقى اللاعب عرضة لها القياسات دي بتتعمل وتكرر لأن اللاعب بيفقد يعني يكتسب أو يفقد مهارات وقدرات أثناء الموسم فمن فعش نادي يقول لي إيه والله أنا عملتها في بداية الموسم إيه بتعمل في بداية الموسم والنواقص دي بتكمل بعدين أشوفها كمت ولا لأ بأرقام وهكذا فالرباط الصليبي معظمه جاي من هنا من الخلل البدني الموجود عند اللاعب من عدم وجود الحصة الكافية في الإحماء في موضة جديدة دلوقتي في معظم الأندال المصري معظم اللاعبين المصريين إن كل اللاعب مصري دلوقتي أو مش كل اللاعب معظم اللاعبين يعني يقول لك أنا أشوف مدرب خاص ليه ويروح يتضرب معاه في نادي آخر مثلا ويتضرب معاه في وقت بعد التمرين يتضرب تدريبات تخصصية في مركزه هل الأمور دي أمور جيدة لزيادة الأمور البدنية عند اللاعب ولا أمور مؤزية لللاعب ممكن تأثر عليه؟ في حالة إذا فيه توافق بين المدرب الشخصي بتاعه والمدرب بتاع النادي في الحمل التدريبي يبقى مفيد يعني لو فيه توافق بين الاثنين وأكيد ده ما بيحصلش إن جدولك إيه النهاردة أنا جدولي إيه النهاردة فده بيعمل تقنين الحمل يبقى مفيد لكن في حالة إذا كل واحد بيشتغل لوحده وملوش ضعه بأحمال التاني فده مضر أيوة أنا عايز أقولك إنه الكارسة إنه ده بيحصل مثلا في لعابين كبار في مصر دلوقتي ولعبها بيلعبوا في أهلي وزمالك ومنتخم مصر ولعبها منهم اتصابوا دلوقتي بدون ذكر أسمائك أنا بيقولوا هياخدوا تدريبات مع مدرب فردي ويحصل مشاكل كبيرة جدا مدرب شخصي اللاعب العربي عموما يعني عشان بينقصوا التوعية أيوة يعني كتير من اللاعبة مع احترامي برضو ليهم عنده جهل شوية بأمور الصحة أيوة ومش بس في موضوع المدرب الشخصي ممكن اللاعب على فكرة يروح ياخد أدوية برد وتبقى فيها حاجة منشطات ويجي اكشف وتطلع عنده منشطات فهو فيه جهل شوية بالأمور الصحية والتوعوية ودي برضو دور من أدوار الأندية أنه اللاعبة دي ليه ما يتعمل لقاش توعية وليه ما يتعرفش إيه الصح وإيه الغلط وليه ما تعرفش مثلا أن الحمل ده وليه لما يجيب حد شخصي النادي ما بقاش عنده قابلية طالما دي رغبة اللاعب طب هات بس تعالن نحط الجداول مع بعض علشان ما يحصل لكش مشاكل هو علاج الشيء هو السبب الرئيسي أنك تمنع منه المشاكل والإصابات مضبوط لكن أن كل واحد يعمل بمزاجه طبعا دي دي كارثة في كارثة أخرى احنا عندنا موضة برضو واندي سألت فيها لعيبة يعني ومش مسألتش أنا كنت أعد معاهم كنا قد نأكل مع بعض فأنا بشوف لعيبين بيأكلوا أكل أنا بقول له أنا رياضي أنا مستحيل أكل الأكل ده بيأكلوا أكل وصعب وفي دهون وفي تفاصيل على فهم يعني فلما بسأل أقول له أنت بتأكل كل الأكل ده ليه ده هتلعب كرة إزاي بعد كده أي لا ما أنا هحرق هل الجملة دي صحيحة أنه أنا ننزل أكل اللي أنا عايزه وهحرق في التملينات لا لا مش صحيح أيوة أنت عارف أكيد المعلومات طبعا هو لا مش صحيح ولذلك يعني لو هي صحيحة ما كانش موضوع التخصص التغذية للرياضيين بدأ ينتشر تغذية الرياضيين لازم تكون مقننة وليها توقيتات أنت بتأكل إيه قبل المباراة وفي يوم المباراة وبعد المباراة النوعيات كربوهايدريت طبعا مسيطر على الموقف يعني لأنه أكتر حاجة هي اللي بتدي الطاقة ف60% من وجبته بتكون كربوهايدريت اللي بعد كده فيه الدهون بتكون أقل حوالي 10% ل15% ماكسيموم البروتين بيأخذ له حوالي 30% الفيتامينز والمية فوجبات الرياضيين مقننة ومحددة وعشان ياخدها بهذا الشكل بيبقى لازم برضو أيضا يتعمل له قياسات يعني لازم بيحطوه على الجهزة اللي بتبين المعدلات بتاعت كل حاجة في الجسم العضل والدهون وي 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 بيتعمل له زي كاليبر كده في بعض الأماكن يتأس بها المعدل بتاعه بيحسب المجهود البدني بتاعه أثناء ضغط المباراة بيحط بعض المكملات فهو لا طبعا موضوع ان انا اكل اي حاجة عشان هاحرق اي حاجة دي مش في مجال الاحتراف الرياضي اي حاجة تمام فهو في العيوان بتاقول كده وزجوة كمان قبل الماتشاط يعني انا ببقى انا مش ببالغ يعني بس دا انا بيعيز اوصلك للمرحلة انه البناء دم الطبيعة لما بيكون الاكد دا يتأل له خطر ماينفعش هو فيه سلوكيات خاطئة للغاية انا طبعا شفتها اه وارتبطت نفسيا مع اللعيبة وغيرهم بمعنى ييجي مثلا في الباص ورايح المباراة يوزع لك الشوكولاتات الشوكولاتات المعروفة اي او انه ياخد اللي هي المشروبات الطاقة تمام وهو ارتبط ذهنيا مثلا انه هو اكل الشوكولاتة دي في مباراة ما ففاز وعمل اداء فارتبط ذهنه انه هو الحتة الشوكولاتة اللي اكل يعني دي غلط كبير جدا انه نرفع معدل الجلوكوز رفع سريعة كده قبل المباراة وبعدين يهبط مني والمستوى ينزل ده ده غلط شاسع فتلاقي دايما الاندية مرتبطة بكده صح وبيساعدهم على كده المدربين لان المدربين كتار منهم عنده القناعة دي لو ميشي من شارع وفاز عايز يمشي من الشارع ده في المباراة اللي بعديها فعنده برضو قناعات بنفس ده ففي لعيبة مثلا يأكل الحاجة الفلانية فيقولك لا انا خلاص جربتها هاكلها علشان فدي محتاجة توعية محتاجة توعية صحية سؤال اللي جاي لحضرتك يخص الحاجة اللي بنسأل عنها دايما فترة الراحة بين كل موسم وموسم فترة الراحة السلبية اللي محتاجة اللاعب من كل موسم لموسم المتقصب بتاعي بقى دي والراحة السلبية دي يعني ايه برضو هو بين كل موسم وموسم بيبقى مطلوب راحة يعني في حدود من 3 الى 6 أسابيع حسب بقى الموسم اللي بعده مترتب عليه ازاي صح احنا في الاسبوع الواحد راحة سلبية بنفقى 30% من المكون البدني بتاعنا ومن معدلات اللياقة فاقل فترة ممكنة اللي هو 3 أسابيع واكتر فترة بتحدد اللي هي 6 أسابيع وبعدها بيبدأ يدخل في معسكرات الاعداد صحيح الفترة السلبية دي ايوة بيبقى هو بعيد عن التمرينات ملتزم بكل تعليمات الموسم الرياضي ايوة في الاكل وفي الشرب وفي النوم وفي الصهر وفي المشروبات الغازية وفي كل ما الى ذلك كل السلوكيات برضو الفكرة عندنا انا واخد اجازة بقى اه اتفسح اجازة واعمل انت ما بتتمرنش اعمل اللي انت عايزه لكن السلوكيات اه تظل كما انك لو بتلعب لاني مسلا لو انت خدت الراحة دي ورجعت لي باتنين تلاتة كيلو زيادة اه ما انت هتتعب معايا في الاعداد صح لو اكلت زي ما حضرتك بتقول كده كل حاجة لو انت ضلت تسهرطول الليل مش تعرف تنام او مش تعرف تسحة ساعة التدريبات كل ده بيأثر على مجهودك كل ده بيحملك مجهود زيادة في فترة الاعداد صحيح طبعا ده بيبان في موضوع القياسات في اندية بتعاقب اللاعب على كده لانها بتقدر تعمله مونتور وهو راجع فدي من الاشياء اللي يعني بتحكم بموضوع الاجهزة اللي بنستعملها الرقمية اللي تقدر تدينا صورة اللاعب قبل ما راح وبعد ما جاء دكتور رفيق حقيقي حرك شرفتيني ونورتيني والاهم انك افدتيني واكيد افدت السادة المشاهدين حقيقي كل الاسئلة وكل الاجابات هتحرطلك النهاردة كانت اجابات رائعة جدا عشان نفهم منا عارف احنا ممكن نقض نفتي في الكورة كل واحد يقول له اهلاب اربعة ثلاثة 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 كما بنجي في الطب بقى بنقض نبصه ونقول هو ايه اللي بيحصله بس عشكا باشكورك شكرا جزيلا انا سعيد جدا بتواجدي معاك شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور رفيق ردوان استشاري لعلاج الطبيع والتأهيل وأسابات الملائب طبيب نادي اهل جدة الصابق كان نضيف فيها زي الفقرة بعد الفاصل هنرجع مع زمننا العزيز احمد الشامي الناقد الرياضي نتحدث معه في كثير من الامور الهمة حاليكم